يا الهي يا الهي اللون الكئيب هذا و أول ما شفت هذا الشي بكل الصراحة أنا خفل أن أول ما أحط الصبغة هذه على شعري لونيرتق الأضوى لنغطي غير 180 دلجة ��يكر أتوا هكنكم هنا ثم факر Judd بيننا مصرضية صار لي بح amen الثانية طويلة جد الغيب مadıش أي فيديو عن شاعر وبكل صراحة حسى انه جت لي كده حالة نفسية انه لازم اصوي حاجة بشعري يعني مش متعودة ان انا سايبة شعري كده ينمو بسلام لا يعني حسى انه لازم اخرب شعري يعني مش حال مشعور غريب فجلست مع نفسي وقلت ايا ايش اللي ممكن تسويه بشعرك يا اما اني اقصه او اسبغه او احرقه اوكي اي امزح امزح مش لهذه الدرجة فقررت وقلت لنفسي اوكي ايا اسبغيه اسبغيه ثم اسبغيه بس ما عرفتش اي لون اختار اصفر اخضر وردي بنفسجي ازرق لكن بعد تفكير عميق جت لي فكرة لانه كان القرار صعب جدا قررت انه ادمج كل صبغات مع بعض واسبغ شعري مش عارفة ليش بس ياجمني اقول هذا اللي هتسوي في فيديو اليوم فخلونا نبدأ الفيديو اهلا بكم مرة اخرى في حلقة تذويب تخليق ونخبطة طبعا زي دايما اول حاجة لازم نسويها انه نروح نجيب الالوان ملاحظة كثير مهمة انه الالوان اللي انا كنت بدور عليها هي الالوان الجريئة زي الوردي بنفسجي اخضر اصفر الالوان هذي ما كنتش عايزة اجيب الصبغات العادية مثل الكستنائي الاشقر البني الفاتح البني الغامق الاسود الالوان البورنغ هذي فكنت عايزة ان الوان تكون فاقعة تكون جريئة وحلوة يعني حسنا كل الالوان دعونا نعد مع بعض بسرعة كمم عندي 1 250 شدة ثمانية 21 احسنا بقى 21 لون اليومية عندي كل الالوان عندي اسود عندي بني عندي اخضر وردي اصفر كله تقريبا اللون الوحيد الذي كان موجود هو اللون الابيض ولانه اللون الابيض مش صبغة مافيش اي صبغة لونها الابيض في رماضي في اصفر لكونزة الأشقر بس مفيش أبيض وأنا جبت أشقر وجبت كمان رمادي السبغة هذه مائية كثير فالرجال في المحل قال لي أنه أقدر أدمج الألوان مع بلسم الشعر عشان أتقل اللون شوية قبل ما أحطه على شعري فأنا حسوي هذا الشيء الآن وكمان هذا حاجة كويسة لأنه عايز أوريكم كل الألوان اللي عندي لأنه جبت ألوان فضيعة كثير أول مرة أشوف السبغة صفرة صراحة أول مرة أشوف هذا الشيء بحياتي في الوردي اللي أنا متحمسة كثير أن أستخدمه فأحسوي هذا الشيء الآن عشان أوريكم الألوان وبعدين بعد ما أحط البلسم مع الألوان حنلخبطهم كل لون مع بعض وحطوا على شعري بكل صراحة جاهزة أتفرج على الصفغات وحسن عايزة أصبغ شعري كل لون واحد يعني أنا الآن بشتفرج على الوردي عجبني الورجي عجبني الوردي كثير وكمان عاجبني الأزرق يعني حاسة أنه هذا أحلى لونين من كل الألوان الأصفر والأخضر اللي هو بس الأزرق والموردة حاسة أنه كثير حيطلع حل بس مش عفلو حيناسبني وحيناسب لون بشرتي هاي غايز وعجبكم الفيديو بليس أسنسوا الضغط على زر اللايك بالاشتراك في القناة شكرا كثير الريحة مش حلوة بس اللون شكله فضيع واحد اثنين ثلاثة استطيع المصر بس يجب تأثير وهو مصر بس يجب تأثير واووووووووووووووووو البي هجبني اللون عند كل الألوان مصر اللون الأصفر الفاتح الأصفر الغامج الأزرق البرتقالي أخضر أخضر تفاحي بنفسجي سماوي بني أحمر رمادي أوكي قلت أنا مش عافش حصل هنا طلع اللون بنفسجي غامج رغم أن العلبة مكتوب عليها أنه مفروض يكون رمادي فمش فاهمة يعني بس غريبة بنفسجي غامج ركواز أحمر فاتح بنفسجي على أزرق شوية بنفسجي فاتح أزرق غامج روز أسود حال الوقت لن نخلط الألوان مع بعض لكن لابن أعرفكم عن ضيفة مهمة جدا وهي سوسان صوسان عندي الأذere لوز على أشعر ثم أن أضع خلطة السحريية عبر رغم أن أسفوق شعري ولكن الشعري يجب أن أكون أصدري عمل جدا وحتى الأطراف رغم أنه فاتح يعني وأشقر غامق على بني فاتح حتى لو سبقته مش حنشوف اللون بوضوح عشان كذا جبت معايا سوسا عشان لما نسبق شارها نقدر نشوف اللون بوضوح خلونا نبدأ دقيقة وقفوا الفيديو هنا وكتبوا تحت في الكومنت ايش برأيكم حيكون اللون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا يجب ان نضمها على شعري كذلك قبل ان نضمها على شعر سوسا شعر سوسا أشقر يعني أفتح من شعري بكثير وهذا هو السبب انو ااجتها معايا اليوم عشان نشوف اللون لانه حتى لو حطيته على شعري مش هيظهر اللون بوضوح لانه شعري غامج وكل صراحة مش عارفة لو اللون حيبان على شعري لانه شعري غامج فالليه حسوي الان انه حط الصبغة على الشعري وبعدين حنتظر 20 دقيقة لانه مكتوب في العلبة انه نازم ننتظر 20 دقيقة فحسوي كده وبعدين اغسل شعري فبدأت حط اللون ولحظت انه شعري بدأ يغمج خليت الصبغة على شعري لمدة 20 دقيقة وبعد 20 دقيقة غسلت شعري اوكي جايز صرلي 20 دقيقة زي ما انتم شايفين انه طلع لان شعري اسود وهذا حاجة مش كويسة فهغسل شعري الان ان شاء الله ما يكونش اسود يعني ما يكونش غامج كثير مش عارفة هنشوف اوكي جايز حال الوقت انه نشوف ايش طلع اللون اوكي واحد اثنين بلا اضفح اوكي انا مش شايفة اي فرق اوكي انا عارفة انه في ناس مش هيصدقوني وحيقولوا ايا لا انت ما خليتيهاش لعشرين دقيقة خليتيه لأقل من عشرين دقيقة او انه غسلتي على طول او انه يعني كذبتي او حاجة زي كده جايز انا مش حامل فيديو عشان اكذب عليكم يعني انا لما اقول انه هعمل حاجة هعملها ولو مش عايز اعملها مش هعمل فيديو عليه فلهذا السبب لانه مطلعش لون على شعري قررت ان اصويه مرة ثاني فحطيت السبب على شعري مرة ثاني وانتظرت لمدة عشرين دقيقة مرة ثاني حان الوقت انه اشوف شعري جاهزين واحد اثنين واو اوكي مش حاصل انه تغير كثير ححاول انه انشفه ووريكم الفرق قبل وبعد السبب التغير الوحيد اللي هو واضح انه حصل هو انه لون راسي تغير الى بنفسجي بعد ما عملته لو ثاني مرة يمكن انه شعري غمق شوية موسيقى السبب الوحيد اللي انا ممكن افكر فيه انه شعري مصبوغي يعني هذا مش لون شعري حقيقي فدايما لما كنت اروح واسبغ شعري اول حاجة لازم يسويها انه يسحبوا لون شعري يعني يعملوا بليش بعدين يسبغوا شعري وكانوا يقولوا انه لو سببوا شعري بدون ما يسحبوا اللون اللي اريدي على شعري مش هيطلع اللون فعنا ما اظن هذا هو كان اللي مفروض اسوي انه اعمل بليش يعني اصفر شعري اخليه اشقر بعدين احط عليه اللون وانا طبعا يعني مستحيل انه اسوي هذا الشي لانه البليش من جد يضر الشعر بشكل فضيع لكن بكل الصراحة طلع لون شعر سوسا فضيع بكل الصراحة انا عجبني اللون كثير انا عجبني كيف كل خصلة لون مختلفة انا عفل في الكاميرا قد يبان انه لون شعرها الان ما يلا الاحمر شوية لكن على الواقع اللون رمادي وفي خصل احمر في خصل بنفسجي وكمان في البداية في خصل اخضر اللون طلع فاتح كثير فاتوقع لهذا السبب ما ظهرش على شعري لكن بكل الصراحة هذا اللون فضيع جدا احس انه لو مثلا رحتوا السوق وحاولتوا انكم تجيبوا نفس اللون هذا مش هتلاقوا نفس اللون لانه الوان مختلفة مدموجة مع بعض خلوني اعوريكم من قدام هو مش ظاهر على الكاميرا كثير لكن هنا في البداية تقدروا تشوفوا انه في اخضر وفي من وراء بازرق وفي وردي وكل الالوان تقريبا رغم انه انا دمشت الالوان كلها مع بعض فانا مستغربة انه كيف طلع شكله كده مش عارفة ايش سويت بس انا شخصيا عجبني قولوني كم تعطوا النتيجة من عشرة انا شخصيا رح اعطيه تسعة من عشرة لانه برأيي اللون مطلعش قوي او فاقع بالعكس طلع خفيف انيق وناترول كمان اوكي قايز كده وصل لنهاية الفيديو بتمنى يكون عجبكم الفيديو ولو عجبكم الفيديو فليس لا تنسوا الاشتراك بالقناة شكرا كثير عن متابعة وفيسا